عندنا أيضا ملف العمالة غير المنتظمة وده الحقيقة السيد الرئيس كان مهتم بيه جدا علشان كده كان نوجه بالقانون والصندوق وبنتعاون مع وزارة العمل إن شاء الله فيه وصلنا بمشروعات هذا مشروع مستحدث من سنة 2021 من أول برأمان وتتلفف حرير وصلت التمويل فيه 910 مليون جنيه هيا كفا أنتم كنت ذكرت مبارح على الصيادين وقت الزريعة إحنا بدأنا كوزارة تضامن اجتماعي بالتنسيق مع وزارة الزراعة ومع وزارة البيئة ندفع للصيادين وقت أربع شهور في السنة اللي بيتوقف فيه الصيد بالإضافة إلى صيادين شمال سيناء عشان نقدر ندفع تأميناتهم المتأخرة ثم دلوقتي انفتحت البحيرات للصيد القطاع الحرفي والإنتاجي صناعية مصر والحقيقة ده قطاع مهم جدا لأن فيه التعاونيات الإنتاجية اللي رأس مالها 13.8 مليار جنيه واللي كانت موجودة واللي إحنا عندنا أمل فيها إنها هيبقى القطاع الوسيط ما بين المواطن البسيط هم مش بيزنس مان كبار لكن هم بالعكس هم بالزبط اللي إحنا عايزينهم اللي هم يبقوا وسيط ما بين قاعدة المجتمع و448 جمعية تعاونية وبالإضافة إلى معارض يرنق اللي بتحقق حوالي 600 مليون جنيه سنويا ال600 مليون جنيه إحنا بنتوسع فيهم لكن السيدات في هذه المعارض هو ده مصدر هو ده أكل عيشها إنها هيجي المعارض تقرد وتبيع ده فإحنا بنتوسع فيه بناء على توصيات السيد الرئيس والحيان إحنا أصدرنا مع الأهرام العربي موسوعة فيها بقريباً الأهرام العربي فيها الثلاثين حرفة عشان نوفق المنتجات والحرف على مدار التاريخ عشان ما تندثرش الحرف من غير ما نقدر نناميها لكن إحنا إن شاء الله بالتنسيق مع وزارة الصناعة ومع جهة سنمية المشروعات هنتور هذا القطاع تحت إشراف دولة رئيس الوزراء المبادرة الرئاسية مصر بلا غارمات اللي إحنا اتكلمنا عنهم دول عرضة للغرم ليه هم عرضة للغرم؟ علشان مش متمكنين بشكل كافي علشان ما فيش إقراض آمن للأسر البسيطة اللي ما تعرفش تمشي في إجراءات واللي ما تقدرش تدفع مبلغ كبير فعلشان كده إحنا عملنا السيد الرئيس الحقيقة هذا ملف زوحدين يعني مش عايزين ندعم الغارمات دون أن نشرع الغرم ونجعل ده وسيلة بسيطة أن أنا آه حستيل في النهاردة ما هم حيسجددوا بكرة لكن الإفراج عن 5784 غارمة وإحنا بنركز أكتر على السيدات وبنعمل قايمة بيضاء لمن هو أول مرة تغرم ونشوف سبب الغرم إيه إذا كان سبب الغرم خارج عن إرادتها فإحنا بنعمل دوت وبناخده بشكل حذر جداً مع وزارة الداخلية ومع النيابة العامة وبنعمل منصة ثلاثتنا نراها والحقيقة بيحصل ربط شبكي أيضاً حتى إذا كان هناك غرم إحنا مش عايزين نساعد الغارمين فقط عايزين نوجد حلول علشان كده بنتحدث عن بنك ناصر الاجتماعي اللي هو بيسميه بنكه كل المصريين يعني كنا بنتحدث عن التجربة الإندونيسية يعني على جرامين بنك أو بنك جرامين أنا لما اشتغلنا أكتر في بنك ناصر لإن أن بنك ناصر عنده خدمات تفوق بنك جرامين لكن محتاج تطوير كثير عنده منتجات مصرفية عنده لجنزة كاة بتصرف على مستشفيات كثيرة جداً مستشفى بوريش، الأورام، الديمرداش الحقيقة بتقدم دعم كثير للمستشفيات عنده ملف دعم للمسنين لطلاب التعليم الفني عنده الحقيقة أكبر شهادة عنده هي رد الجميل للمسنين اللي وصلت لتنين مليار جنيه في سنة وكم شهر لكن الحقيقة هو البنك محتاج تطوير كثير في السنوات الأخيرة عملنا طفرة زادت التمويلات من 7 مليار لـ 26 مليار زادت الوداع الاستثمارية أيضاً من 3.8 لـ 17 مليار القروض الحسنة يعني يمكن دي مش موجودة على مستوى الدول العربية اللي بحثناها ولا الأجنبية قروض الحسنة موجودة في مصر بس اللي هو بيسلف قرد وبيرجع الفلوس كما هي فالحقيقة دي زادت من 139 مليار لـ 2 مليار بمعنى كده هو ده الوسيلة الآمنة للإقراض الآمن اللي ممكن تكون حسنة أو ممكن تكون يعني بقروض ميسرة أيضاً في صندوق تأمين الأسرة للمطلقات اللي بدأنا فيه 239 وكان هذا الصندوق مديون خلاص وصلنا سددنا الدين إلى حد كبير وبقى اللي داخل على قد المدخلات على قد المخرجات وصلنا فيه لمليار ومليون سنوياً ولكن حلم سيادة الرئيس كان أكبر من ذلك بكثير علشان كده إحنا مع وزارة العدل الحقيقة مشكورة بنتور صندوق تأمين الأسرة بشكل أوسع وإن شاء الله يبقى صندوق كبير ما يخدمش المطلقات بس ونربط ما بينه وبين صندوق تكافل وكرامة عشان نقدر نضمن للأسر يعني دخل آمن وتأمين ضد أي ظروف موجودة الإعانات والمساعدات السنوية وصلنا فيها المليار 750 الحمد لله البنك حقق هذا العام أعلى مستوى أرباح من كنا 354 مليون وصلنا لـ 3 مليار ومئة مليون كل دوت حيفضل موجود لو ما فيش حماية تأمينية عشان كده أول ما ينخفض الاشتراك التأميني إحنا كتضمن بنقلق لأن كم كان سنة هيجولنا في كرامة ما هو هيجيب منين حيبع عنده 65 سنة غير قادر على العمل بشكل يوفر له مبلغ كافي فأول ما يتصرب من التأمينات يبقى هيسمع عندي في كرامة طب إحنا كرامة وصلنا في تكافل وكرامة لـ 27% لذوي للقادرين باختلاف وـ 12% للمسنين فإذا السندوق بيكبر طب ما أنا حل المشكلة من جزورها وأعمل اشتراك تأميني ميسر أو بالذات للعمالة غير منتظمة الحماية التأمينية وصلت حاليا إحنا صحيح زادت سنويا هي النهاردة كمان 294 مليار دوت طبعا الشكر موصول لوزارة المالية لكن هي هذا العام بعد الزيادات ستصل إلى 340 مليار يعني بعد الزيادة الأخيرة الـ 15% والـ 300 جنيه على التلتمية السابقة ستوصل لـ 340 مليار عدد المشتركين تأمينيا زاد عن 2014 أصبحنا 13.8 لكن كمان في جزء على الحد الأدنى كان 400 جنيه وصل لـ 1,700 والحد الأقصى كتر من 1,000 جنيه لغاية ما وصل لـ 10,000 وكسر ترجمة نانسي قنقر